اشتركوا في القناة الأمين العام لمجلس التعاون وقد ألقى سعادة وزير الخالجية في افتتاح الجلسة كلمة رفع فيها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم وإلى مواطني دول المجلس الكرام أسماءات التهاني والتبركات بمناسبة مرور أربعين عاما على مسيرة العمل الخالجية المشترك ومشيرا إلى أن هذه المسيرة تمضي بكل عزم وثقة نحو أهدافها السامية للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس ومصالح شعوبها وتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس حتى صار مجلس التعاون كيانا راسخا شامخا يحظى بمكانة رفيعة إقليميا ودوليا ويسهم بجهود فاعلة في تعزيز الأمن والسلم والازدهار العالمي أضاف أن ما تحقق من إنجازات بارزة في مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي مختلف المجلات والميادين ينبغي أن يكون حافزا ودافعا نحو مزيد من التضامن والتعاون ومواصلة للجهود بكل إخلاص وتفاني لتعميق التكامل الخليجي في مختلف المجلات قال إن التحديات التي تواجه المنطقة تلقي بضلالها على مسيرة التعاون الخليجي وتتطلب مننا اليقض والحذر والعمل الجاد والتعاون الدائم للمحافظة على أمن دولنا واستقرارها والدفاع عن سياداتها واستقلاليها ومصالحها العليا وحماية إنجازاتها ومكتسبات مواطنيها ومواصلة جهودنا لتحقيق التنمية والازدهار المنشود في ظل محيط إقليمي لا يخفي أطماعه ولا يتوانى عن تهديد مصالحنا ولا يتمنى لنا الخير والأمن والسلام وأكد سعادة وزير الخارجية أن القمة الخليجية في مدينة العلا خطوة مهمة عن طريق التضامن والتكامل الخليجي الأمر الذي يفرض علينا المبادرة والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم التردد والتلاك في المضي قدما لترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعزيز أركانها أضاف سعادة وزير الخارجية أنه في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها منطقتنا والتحديات التي تواجهها تظل القضية الفلسطينية قضية رئيسية وهي مفتاح الأمن والسلم في المنطقة وتتطلب من الدول الأعضاء التعاون والتنسيق المشترك المتواصل لدعم جهود السلطة الفلسطينية من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندة حقه الشرعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وموصلة الجهود لتحقيق السلم والأمن في الدول العربية الشقيقة والتي عانت شعوبها من ويلات الحروب والدمار والنزوح واللجوء أعرب سعادة وزير الخارجية عن الاعتزاز والتقديل للمبادرة النبيلة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس الماضي بوقف إطلاق النار في اليمن الشقيق بإشراف الأمم المتحدة من أجل وقف الحرب في اليمن تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ومعربا عن مساندة دول المجلس وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وقال سعادة وزير الخارجية إن الإرهاب آفة خطيرة لا يمكن التهاون أمامها فهو سلاح خطير تحركه وتموله وتدعمه دول وتنظيمات الأمر الذي يحتم على دول مجلس التعاون مواصلة جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها وتشفيف منابع تمويلها أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية العمل على مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي وانتهاكا صريحا للقوانين الدولية أشهد سعادة وزير الخارجية بالجهود المخلصة التي بذلتها الدول الأعضاء ووزارات الصحة والأجهزة المختصة لمواجهة دداعيات جائحة كورونا وانوها سعادة وزير الخارجية بالجهود الحثيثة التي تبدلها الأمانة العامة من أجل انتظام سير اجتماعات اللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية وإنجاز المهام المكلفين بها وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وقد بحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم والمرفوع من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخالجية المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة كما بحث الوزراء الموضوع عادة الصلاة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقرامية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض اليوم أعمال اجتماع الدورة الثامنة والأربعين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمدلس الوزاري إنما تحقق من إنجازات بارزة في مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي مختلف المجالات والميادي ينبغي أن يكون حافزاً ودافعاً نحو مزيد من التضامن والتعاون ومواصلة الجهود بكل إخلاص وتفاني لتعميق التكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والاجتماعية تحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس التي طالما آمنت لعمق الأواصر والوشائج التي تجمعها ومصيرها المشترك معتزة بتاريخها العريق وأصولها الواحدة وأكد المجلس الوزاري دعم دول المجلس للحكومة اليمنية الشرعية وضرورة وقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوث الإرهابية لكونها تمثل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي أكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في الأعمال العداعية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليسية والطائرات المسيرة المفخخة للسهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البرحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وأطلاق القوارب المفخخة والمسيرة يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذه العمليات ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والسقرارها ومصالحها ومساندتها للحق للمشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وجدد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت تجاه القضية الفلسطينية مؤكداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية دول المجلس الأولى التي تتطلب الوقوف مع السلطة الفلسطينية لنيل حقوقها الكاملة لا زالت أعمال المشترك في مجلس التعاون الخليجي مستمرة وهي التي بنيت عليها العلاقات الخليجية والأعمال الخليجية المشتركة خلال العقود الماضية وأعتقد أنها ستستمر أيضاً بنفس الوتيرة وبنفس النهم وبنفس القوة وأعتقد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تشاوري أيضاً فيما بين وزراء الخارجية لدعم هذا المسار مسار العمل العربي الخليجي المشترك وهي نقطة قوة الخليج في استمرارها في هذه الأعمال وأعتقد أنه سيكون اجتماع ذو صيغة نجاح خليجية مشتركة وأكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام إيران بالمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ونبذ الإرهاب والطائفية أدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها التي تهدد الأمن القوم العربي وتزعزع للسقرار في الدول العربية وتهاجم قوات تحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المجلس الوزاري دعا إيران لحل قضية الجزر الإماراتية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية واستنكر عدم التزام إيران بتعاهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية سامي الحمود لتلفزيون البحرين الرياض